اشتركوا في القناة وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية ومطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية ورفض التهجير القسري للسكان المدنيين بمن فيهم الأطفال وثمنت وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العضو العربي بمجلس الأمن ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار وصولا إلى اعتماده باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء الأمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان مؤكدة على ضرورة أن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة